لكن هنحن للأسف الشديد طبعاً هنبدأ وننعي أنفسنا لأن إمبارح رحلت فنانة كلنا كلنا بنحبها وإحنا صغيرين كانت هي دي رمز الكوميديا النسائية في مصر حقيقي وإنك في الوطن العربي كمان رحلة الجميلة سهير البابلي أو باكيزة هانم يعني إمبارح ناس كتير كانت تنعيها برضو باكيزة هانم الدرامالي زي ما تقول سلسلة المسلسلات كمان والأفلام اللي كانت بتعملها للحد دلوقتي إحنا فاكرين حتى كلام منها بجد فنانة أكثر من رائعة الله يرحمها يا رب بس بارح فعلاً كان في حزن شديد جداً والله يعني بص يعني لم أعرفش أقول إيه في الظروف اللي زي كده وخصوصاً نحن نتكلم على أيقونات للفن مش مجرد فنانين عديد عملين يا رحالوا فعلاً واحد وراتاني كل يوم التاني تسمعي خبر حزين في هذا الإطار يعني ده حال للدنيا يعني محدش يغلق على الخلق سبحان الله ولكن برضو بتبقى في معزة كده ويبقى في خليبين حضراتكم فيه فئة معينة من الفنانين المشاهدين بيتعاملوا معهم على أنهم حد من أهل البيت صحيح صحب الله مش مجرد من الجوم يتابعوهم ويتطرقوا على أفلامهم فيه كارزمة شديدة الخصوصية طبعاً كانت بتتمتع بيها الرحيلة العظيمة صهير البابلي رحمة الله عليها واللي طبعاً أطبت الفن المصري مصرحياً وسينمائياً وتلفزيونياً بكتير جداً من الأعمال وكتير من الشخصيات اللي متتنسيش يعني نتمنعهم طبعاً لكل أهلها الصبر والسلوان وربنا يرحمها ويتجمدوا برقمته الواسعة يا رب إن شاء الله آمين يا رب طبعاً رمز يعني كبير من رموز الفن المصري والعرب يا ربنا يرحمها مبرح كان كمان الكلام اللي كتب فيها من زملائها وتحديداً كمان فنينة الجميلة أسعاد يونس الواحد زعل يعني أصلاً هم كمان خلي بالك صحاب من سنين طويلة جداً مش فكرة بس كانوا بيمثلوا مع بعض لا هم صحاب فعلاً فكلمات اللي هي كتكتبها مبارحة يعني أنا أنا اديت لما قررتها فأنا يعني تحس قد إيه هي كانت متقلمة وخصوصاً هي كانت مسافرة كمان تقول إن هي طلقت الخبر وفي الخارج يعني لا بص بعدين في ناس معينة كمان لازم تروح كده وتقري الفوستات اللي هم كتبينها حد زي مدام إسعاد يونس نظراً لطبعاً التاريخ الطويل المشترك وبينهم بكيزا وزغلوه كيزا وزغلوه دا كيف يا أصلاً لازم كمان تقري الفوست اللي كان كاتبه الفنان أحمد بدير اللي برضو كان طبعاً طرف فقيسي في نجاح مصرحية ولا أجمل ولا أروح وكلنا ما ننساش صغير البابلي في هذه العمل المصرحي طبعاً المصرحية راية وسكينة فالناس كلها متضايقة الحقيقة بس نرجع ونقول هذه حال الدنيا هذه حال الدنيا وزي ما بنقول دايماً الشخص بيرحل لكن أكيد تاريخه وذكره وأعماله هي اللي بتبقى